أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشان إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومرقبة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من ناظيره الإيراني حسين عبداللهيان حيث بحث الجانبان الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن متابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين كما تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في القطاع فضلا عن مسارات التحرك على الصعيد الدولي من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون